كيف نعمل حساب تيك توك بيطا بدون استخدام VPN وهذه الطريقة حصرية من خلال هذا الشرح في هذا الفيديو قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك لهذا الفيديو ودعمنا بالاشتراك حتى نقدم دائما الجديد أول خطوة مباشرة بدون الذهب لا تطبيق VPN ولا أي برنامج آخر نضغط هنا على حسابنا أو تطبيق التيك توك بعد التحميل من جوجل بلاي نضغط على التطبيق ندخل مباشرة وإذا كان لديك أي حساب هنا في التطبيق غير بيطا نضغط هنا على الملف الشخصي هنا كما تلاحظ يوجد حساب بيطا وإذا كان لديك حساب آخر غير بيطا هنا نضغط في الإسم في الأعلى بهذه الطريقة وهنا نضغط على إضافة حساب وهنا كما تلاحظ سوف يطلب منك إما المتابعة باستخدام الفيسبوك أو المتابعة باستخدام جوجل أو استخدام رقم الهاتف أو البالد الإلكتروني وهنا نضغط المتابعة باستخدام جوجل وهنا سوف يقتلح عليك الحسابات الجيميل الموجودة في الهاتف لكن هنا نختار إضافة حساب جديد نضغط عليه بهذه الطريقة لاحظ ماذا سيحدث وهنا سوف يطلب منك إدخال حسابك على الجيميل لكن نحن سوف نختار Create Account نضغط عليه بهذه الطريقة وهنا نختار يعني لنفسي أنا وهنا ندخل اسم اللول والتاني بعد اختيار الاسم اللول والتاني هنا نضغط في الأسفل Next أو التالي وهذه سهلة لأنك تعرف تاريخ لإزدياد كذلك اليوم والشهر وهنا إما رجل أو إمرأة في النهاية نضغط التالي أو Next وهنا سوف يقتلح عليك حساب الجيميل الجاهز أو تقوم بإعداد حساب الإيميل بنفسك أنا سوف أختار هذا الحساب الأول وهنا يطلب مننا إدخال كلمة سر أو إنشاء كلمة سر قوية وبعد إنشاء كلمة سر هنا نضغط Next وهنا يطلب مني تغيير كلمة سر لأنها ليست قوية وهنا بعد تغيير كلمة سر نضغط Next حتى يتم قبول كلمة سر والآن تم قبول كلمة سر مرة أخرى نضغط Next لأنه أجاب لنا الإسم الأول والتاني وحسابنا الإيميل نضغط Next مرة أخرى وهنا سوف يوجهني مباشرة لنوافق على الشروط والبنود جوجل كما تلاحظ نضغط عليها بهذه الطريقة القبول وهنا سوف يوجهنا مباشرة إلى تطبيق التيك توك لأننا عملنا حساب الجيميل داخل التيك توك كما تلاحظ هو وجهني إلى التيك توك سوف أختار الجيميل الجديد كما تلاحظ هو هذا الحساب الذي قمت بإنشائه وهنا نختار يوم الميلاد يعني أن اليوم والشهر والسنة وبعد الاختيار نضغط هنا التالي وهنا كما تلاحظ يطلب مننا التعديل الإسم أو المتابعة بهذا الإسم أنا سوف أقوم بمتابعة بهذا الإسم وهنا يمكنك تغيير الإيقونة أو الصورة كذلك أتاني بالإسم وهنا يمكنك مشاركة أو تحميل مقاطع قصيرة أو فيديوهات وهنا كما تلاحظ ظهر معي الرصيد وهذا يعني أنك قمت بإنشاء حساب تيك توك بيطا إلى هنا ينتهي هذا الشرح لا تنسى الليك على هذا الفيديو ودعمنا حتى نقدم دائما الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته